لكن بعض مقدمي البرامج مركزين في حاجات تانية اللي يقولك اصل فلان اعلان اصل النادي الاهلي بيجيب كذا اصل النادي الاهلي بيعمل كذا ويعني برضو مثلا يعني موضوع ديانج موضوع ديانج زي ما قلت لحضراتكم من برحم موضوع ديانج انتهى تقريبا بنسبة 100% نادي الاهلي دايما بيتدخل في الاوقات الحقيقية علشان يخلص اي موضوع والنادي الاهلي بدأت تتكلم عن حاجات اخرى يعني امبارح ترامى موضوع ديانج للتغطية على احتفالات جمهور النادي الاهلي ولكن ما عارفوش ولكن على جانب اخر الناس اللي هي رايح هتتكلم عن اصله مين جي ومين ما راحش واسبوره بس يا جماعة احنا لسه لم نحتفل حتى الان ده اولا ثانيا النادي الاهلي لا يعلن عن اي صفقات من خلال قناته الا في الوقت المناسب ولكن كل اللي اقدر اقوله دلوقتي ان تتويج النادي الاهلي بالدوري هذا الموسم عشان حاجة واحدة لان النادي الاهلي منظومة ناجحة من اول مجلس ادارتها لحد اصغر موظف النادي الاهلي عندنا افضل اللاعبين ولما يكون عندك افضل اللاعبين مش معناها ان انت مش هتجيب لعبين اخرين لا هنسعى للتدعيم في كل فترة انتقالات النادي الاهلي حيسعى للتدعيم طالما شايف ان في نواقص عنده حيسعى في تدعيمه عندنا اقدارة بتحافظ على شكل النادي بتشتغل لصالح الجماعية العمومية والفرق الرياضية عندنا فرق جماعية حتى بعيدا عن كرة القدم بترفع اسم مصر على مستوى العالم في البطولات القرية عندنا بطولة كاسعالم بعيدا عن كرة القدم واليد او الهندبول والسلة عندنا جمهور عظيم بيدعم كل المنظومة النجحة فوز النادي الاهلي بالدوري طبعا ليس من فراغ ولكن التاتويج ده كشف وجود فراغ كبير عند ناس لا تنتمي للنادي الاهلي ومهمتها فقط هو افساد الفرحة مجرد محاولات انما فرحة جمهور النادي الاهلي واضحة في كل مكان على سوشال ميديا وفي كل تعليقات الاهلوية وبالمناسبة يعني انا شفت الاصدقاء النهاردة على تويتر انا من المتابعين الجايدي لتويتر شفت الناس اللي على تويتر النهاردة والاهلوية اللي على تويتر كلهم فرحانين ومبسوطين وسعداء بالنادي الاهلي وبفوز النادي الاهلي وكلهم معظمهم كاتبين ايه معظمهم كاتبين ان احنا لن ننصاق الى ما وراء وراء فلان واعلان بكاتبين بالاسم بقى وراء فلان واعلان وترتان اللي بيحاولوا يخلونا نبعد عن احتفالاتنا ونخبط في النادي الاهلي لانه بيني وبينكو المفترض ان هذا الموسم الموسم الحالي اللي احنا موجودين فيه اللي احنا كسبنا دوري بتاعه درس لكل منظومة كرة القدم المصرية درس ان كل واحد يخليه في نفسه كل نادي يشتغل على نواقصه ترجمة نانسي قنقر